الأم رحلة الصبر الممتد منذ التباشير رحلة الصمود إلى النادي كل يوم دعوة الفجر ودعاء المساء الأم أنهار وفاء انت زمال كوية بس لما مومن يلعب أنت مع مومن فأبو صراحة كان في أي نادي بيروح ببابا معه لعب في الإنتاج لعب في المصري في أمبي في الأهل في زمالك كنت بشجعه شايف حالة الالتفاف والحب والوفاء لمؤمن شايفها الزال من كل يعني من جمهور من الأهلي من كله من كله بصراحة بطبع حاجة يعني تبسي طبعا بمحك تبع حاجة يعني بصراحة يعني فوق الخيال في حاجة ماما قال ثالي يعني أنت أخذت شهرة أكثر ما كنت بتلعب أو الله آه يعني الفترة اللي هو فيها دي بصراحة يعني تب تحت النت تتلاقي مؤمن تلفزيون مؤمن راديو مؤمن الناس في الشارع يعني غير ما كانت بيلعب برضو يعني بصراحة عشان هو مؤمن آه ما أنا بقول له أنت أخذت شهرة في الوقت الزهوية طيب وشوف بقاله هو زينا عن عشرين سنة بيلعب من الرابع ابتدائي يعتبر ما خدش الشهرة اللي خدها كسة كفاة الأيام دي بصراحة قد يروح النادي فترتين في اليوم وكنت إنت تودية بقى أودية صبح وساعات كان نروح ونرجع بعد الزهر وكان فيها أوقات بقى بيبقى فيها في الستراحة يعني جي وقت لما بعد فترة كدا وتأقلمه إن هو حيلعب في يعني في الأهل وكدا كان بيوعب بقى في الستراحة وساعات كان مثلا أودية صبح وأسيبه الفترة الأولانية لما بيخلاصوا بيريحوا شوية في الستراحة ويرجعوا تاني بعد الزهر قد تروح وارقع ما بك وماذا بعد يا مؤمن يليق عليك هذا الرضا أن تتدثر بثوب النور أن تتوضأ بماء الطهر أن تصف المحنة بالنعمة أن تراها ليس إلا دور برد لا شيء أبعد شو هي في الأول وفي الأخر شوية برد ويروه 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 اشتركوا في القناة